تحية طيب مشاهدينا وأهلا بكم إلى منجز أخبار الآن أكد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن الرئيس دونالد ترامب لا يقف متفرجا إذا ما تخطط له إيران وشار بنس في كلمة الله بمناسبة ذكرى تفجير مقر المارينز في بيروت في عام 1983 إلى أن حكام إيران هم من أمروا بهذا الهجوم لافتا إلى أنه سيتم إعادة بناء الجيش الأمريكي في عهد الرئيس دونالد ترامب رجح مسؤولون غربيون أن يستفيد الحرس الثوري الذي يمثل قوة عسكرية لها نفوذ سياسي وإمبراطورية صناعية من زيادة التوتر بين واشنطن وطهران بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد اتهم الحرس الثوري خلال الانتخابات الأخيرة بمحاولة نسف الاتفاق النووي عقب استعراضه الصواريخ بالتزامن مع دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في شهر يناير كانون الثاني الماضي أعلنت اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق يوم أمس تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في الأول من شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل بسبب عدم وجود مرشحين وكذا عظم كردي بالبرلمان أن الأحزاب لم تتمكن من التركيز على الانتخابات بسبب الاضطرابات التي أعقبت استفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر سبتمبر أيلول الماضي على استقلال الأكراد وتعارض السلطات في بغداد الاستفتاء الذي أظهر تأييد الأغلبية للاستقلال أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أهمية تغليب لغة الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي العراقية مشيرا إلى أن المنطقة لا تتحمل أي نزاع جديد يكون المستفيد الوحيد منه العصابات الإرهابية ولفت العاهل الأردني خلال اجتماعه مع زعيم الثيار الصدري العراقي مغتدى الصدر إلى أن الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على عصابة داعش الإرهابية تشكل قاعدة صالبة لتعزيز أمن واستقرار العراق أذر وزراء الدفاع الولايات المنتحدة واليابان وكوريا الجنوبية من أن برامج تسلح كوريا الشمالية تشكل تهديدا غير مسبوق وخطير على أمن بلادهم وتعهد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس ونظيراه الآسيويان بتكثيف الضغوط الدبلوماسية على نظام بيونجانغ بالتوازي مع تعزيز تعاونهم العسكرية تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ سبعة ملايين دولار لتخفيف معاناة الروهينغا وتحسين أوضاعهم خلال مشاركة الدولة في مؤتمر المانحين الخاص بأزمة اللاجئين الروهينغا وشددت الإمارات على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفا موحدا وتحركا فوريا لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها نهاية المجز في أمان الله نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك